في حلوان ست طيبة جدا وجميلة جدا ورائعة جدا اسمها رتيبة عبداللطيف الحجة رتيبة البسيطة الجميلة دي كانت هي السبب في ان احنا نصل لكأس العالم بعد فترة طويلة جدا من سنة 34 ما حصلتش وكانت هي السبب في حصولنا على كأس افريقيا في بوركينا فاسو وكانت هي السبب في مظاهرات البهجة والحب والسعادة في كل مكان في مصر الستة رتيبة عبداللطيف حجة رتيبة او ماما رتيبة اهلا بيك ام الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن انتي بتقول لهم ايه حسام دلعو ايه بتقول له انتي ايه قولي احص مصر كلها هتقول له احص بكرا وهيما اقول لابراهيم يا هيما كلنا بندلعو يا هيما وهما بيدلعوك ايه؟ اقول له ستة الحبايب يا ستة الحبايب واحنا كلنا بنقولك ستة الحبايب وبنقولك على فكرة احنا بنشكرك حسام وابراهيم وسام على صدر مصر انتي اللي حطتيه بايدك ربنا يخليك ربنا يخليك مرحبا الحمد لله امت بقى ماما حسيتي بالفخر ان انتي ام حسام حسن وابراهيم حسن من اول ما لعبو وهزموا الجزائر وبعدين بقى في النوادي التنادي بتاعهم وفور كنا في السؤول كل ماتش ما ينجحوا فيه وانا انا بقى مبسوطة وفرحانة موما زمان طبعا قبل حسام وابراهيم ما كنتش بتركزي في الماتشات او في الكرة زي ما عرفت لكن بعدك كنت غوية اه غوية احنا عشان اهلوية كنا بنقعد لماتش الاهل على ما فيش يعني ساعة ماتش ما ييجي اه كله يقعد بعد بقى حسام وابراهيم اه بقى زادت بقى دي اه يعني بعد كده بقيت ممكن تتفرج على ماتش وتقولي المدرب كان لازم ينزل فلان وليه ما نزلش فلان صح 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 بقيت بتقولي اراء كراوي ليسا مبارح اما اما اللي دخل في ابراهيمة بتاع المنصورة وشوف رجع اجراجه هو ادالو الحاكم ادالو انذار وبقى يضحك طب ما بيتحكوش وبيعملو حاجات دي اما ساعة حسام وقع بحدش ادالو ساعة ابراهيم ما اتضرب برضو ما حصلش واي ماتش بقى فيه ظلم اللي بتاع الاهل جايين على الاهلوية كده ظلمينهم على طول وولادي بالذات وولادي بالذات بيدربوهم اللي بيدربوهم يعني على طول بي يعني الخصم بيدرب فيهم على طول لما بيجيب جون بقى ولو طريقة كده هو بيعبر عن الفرحة اهو زي الحمامة مضطير كده وتأفى بكده حاجة حيرة طب الحمامة دي بقى أمها بتبقى عامل ايه فرحان محد سيعني بصراحة بتعملي ايه بصراحة يا ماما بقى يعني كل اللي عاديين بقى شبوا حاجة ساعة نعمل حاجة حيلو يعني كل اللي عنده طلع دايماً عامر يا ربي على طول خير وبيت خير وبيت أنجب لنا فعلاً عبقريتين في عالم الكرة والرياضة. ربنا يخليك يا ماما وبنقولك أنت أمنيتك ايه بالنسبة الحسام والإبراهيم وبالنسبة لنفسك لا أنا الحمد لله أعوذ الصحة بس والعافية الله وهم عوذان يبقوا أحسن النجوم ويزيدهم ربنا من نعيم الله والصحة والعافية والملبس ربنا يخليك يا ماما